أهلا بكم مشاهدين الأعزاء مجددا وقبل أن ننتقل إلى الموضوع التالي نذكركم أنه بإمكانكم متابعة كل برامج كنات هلا على الهواء مباشرة حملوا التطبيق وتابعوا البرامج على مدار الساعة تنظم بلدية الطيبة ومنتدى المثلث الثقافي يوم غد الجمعة في قاعة المسرح البلدي في الطيبة وتحديدا عند الساعة الثامنة مساء أمسية شعرية فنية خلال الأمسية يصديف منتدى المثلث الثقافي وفدا من كتاب وشعراء الاتحاد الكطري للأدباء الفلسطينيين للحديث عن هذا النشاط الثقافي ينضم إلينا في الأستوديو في باتين حين الكاتبان والشاعران الدكتور أسامة مصاروي والدكتور سامي إدريس أهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا بك يا أخي أستاذ أسامة في البداية هل لك أن تعرفنا على منتدى المثلث الثقافي من هم أعضاء هذا المنتدى ومتى تم تأسيسه نعم عزيزي هناك حقيقة لا بد أن تقال كل نشاط الثقافي في المثلث الشمالي أو الجنوبي للأسف الشديد يقام لأيام قليلة أو حتى شهور قليلة ثم يختفي وهذه الميزة أو هذه الصفة سلبية جدا جدا بالنسبة لكل كادر الكتاب والشعراء بعكس ما يحدث في الشمال مثلا في الجليل في مناطق الجليل هناك أكثر تكاثفا وتعاددا وفعاليات أدبية مختلفة وأنا أكون فيها وأشارك فيها من ضمن نشاطاتي في الاتحاد في الطيبة مع مجموعة من أصدقائي من الطيبي والطيري وكلانسوي وكفر قرع وحتى في أم الفحم تحدثت كثيرا إليهم حول إعادة نشاط الأدب الثقافي في المثلث لا يمكن أن يكون أكثر من 200 أو 300 ألف إنسان لا يكون أو لا يبلور أو يؤثر عمل أدبي أو إطار أدبي شعراء شعراءهم أو كتابهم فأجد الفكرة أن أبادر أنا وزميلي الدكتور سامي وصديقنا أيضا من الطيرة يوسف أبو خيد وأيضا هناك صديقنا آخر هو محمد مصاروي محق آسف محمد جبارة مدير المتحف البلدي في الطيبة واتفقنا أو قررنا إقامة منتدى المثلث وليس الطيبة المثلث الثقافي ليضم تحت لوائه وشراعه كل النشاطات الثقافية والأدبية في المثلث دكتور سامي إدريس قبل أن أحدث عن أمسية الغد أريد أن أسأل هل تشعر دكتور بتجاوب الجمهور مع نشاطات هذا المتدى؟ جربنا الأمسية واحدة حتى الآن وكان تجاوبا جيد طبعا في المثلث الأمور الراكدة من ناحية أدبية من ناحية شعرية لا يوجد تجاوب من قديم يعني ما عروف هذا الشيء لكن نأمل أن أنا أول مرة أشترك في أظهر على الجمهور كشاعر في الطيبة يعني لأول مرة فأتصور أنه سيجد تجاوبا جيدا الأمر طيب الآن نريد الدعوة التي وجعتهمها للجمهور يعني ما المقصود بما جاء في الدعوة أنها أمسية شعرية فنية ماذا سيكون يعني في المنتدى هذا؟ متدى للمثلث الثقافي الذي نحن بصدد الحديث عنه دعا إلى إقامة أمسية رمضانية فنية أدبية في الطيبة وغدا سيكون هناك وبد من شعراء وكتاب من كرة ومدن مختلفة في الشمال سيصلون للطيبة ما بين الخامسة والخامسة والنصف مساء سأشاركهم وسأنضم إليهم في زيارة وجولة في أنحاء الطيبة وأعرفهم في تاريخ الطيبة في الأماكن الأثارية الموجودة في الطيبة إلى أن تحين الساعة السابعة لا ربعا تقريبا هناك سنجتمع كلنا في بيتي ومنتدى المثلث الثقافي سيقيم حفل إفطار جماعي للجميع هناك سيكون هناك أكثر من ثلاثين شخص سنقدم لهم الإفطار الجماعي وبعد الإفطار حوالي الساعة الثامنة تقريبا سنكون في المسرح البلدي لنقدم أو لنبدأ وقاع الأمسية الفك الفنية الشعرية الأدبية هناك يعني ستكون هناك إلقاء قصائد مثلا هناك العديد من الشعراء والفنانين ملحنين ومغنين بالإضافة إلى شعراء من التراز الأول من الدرجة الأولى في المجتمع الفلسطيني في الداخل سيكون طبعا قصائد لهم قصائد ملتزمة تليق برمضان وتليق بقضايا الوطن بشكل عام أستاذ سامي إدريسة دكتور هل الأمسية ستكون مفتوحة للجمهور العام؟ بمعنى أشخاصة هناك الكثيرون يحبون الشعر والفن ولا يكتبونه أو يمارسونه يعني نعم تكون مفتوحة للجمهور دعوة عامة ونحن وزعنا عبر الإنترنت دعوات كثيرة في جميع أنحاء البلاد في جميع أنحاء البلاد مثلا إحنا في عنا شعراء اللي جايين وأدباء من الجليل لأول مرة يدخلون الطيبة مثل وفاء حزان مثل علي هيبي مثل محمد هيبي وحسونة حسين حمود وكل هم ذولة أدباء من الجليل لأول مرة يدخلون الطيبة مثل مثلا من كفر كرع زهد غاوي هذا شعر الجديد محمد صبيح من أم الفحم مسلم محميد عندك من أم الفحم أحمد مصالحة من باكة الغربي لا يوجد للأسف مدعنا الشعر بعد وفاة الدكتور البروفيسور فاروق مواسي أعتقد أنه انتهى الشعر عهد الشعر في باكة فالله يرحمه كان موسوعة كشاجمية كما يقول هو طلباته الرحمة رحمة الله عليه رحمة الله أريد أن أسألك دكتور أسامة هل أمسي طبعا مثلما قال يعني كل من يتدوق الشعر ويحب الأدب ويحب الفن بإمكانية الحضور يعني المجال مفتوح نعم نعم وليس مما قاله الأخ سامي فقط وإنما أنا شخصيا بيدي كنت بزيارات شخصية إلى الكثير من الرجالات المفروض أن تكون رجالات جماهيرية أدبية فكرية وقدمت لهم الدعوات بشكل يدوي بشكل شخصي أيضا زرت المدارس وتحدثت إلى المعلمين ويؤسفني أن أقول أن أكثر ربما يغضب علي البعض لكنني صادق صريح لا أستطيع أن لا أكون صريحا أكثر من يبتعد أو لا يشجع هذه اللقاءات والفعاليات هم من طبق بين كسين المثقف لا أدري لماذا هذا الوضع موجود وهذه الصفة موجودة ملازمة فقط عندنا في الطيبة فقط ليس في الجليل بالنهاية طبعا كل منكم سيوجه رسالة تحب أن توجهها لجمهور قبلا أن نهي هذا المقابل ما تقول جمهور يعني دعم الأدب والشعر أقول الجمهور أن هناك شاعر سيلكي قصيدة عن الطيبة بالذات لا أقول من هو ولكن يلكي قصيدة عن الطيبة بالذات وعدت خصيصا كتبت خصيصا للطيبة والرئيس رئيس الطيبة يعرف بذلك وسوف يحضر خصيصا لسماعها ف... فعلاً أبدو رغبة في المشاركة والمساعدة أقول نحن 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 أبناء الجيل الثاني بعد النكبة هناك جيل فاروق الجيل توفيق زياد ومحمود درويش وساميح القاسم ومن بعده هناك جيلنا نحن وللأسف شديد أنا قلبي مضعور جداً أن لا يكون هناك تواصل يعني في الطيبي خذ الطيبي خمسين ألف أو أكثر إنسان من هم الشعراء من من يكتبوا الشعراء في هذه البلد ربما ثلاثة أربعة خمسة وقسم منهم كالمميات انقطعوا يعني تريد حضور الجمهور مثلما يحضرون مباراة كرة قدم يعني لا أريدهم أن يحضروا الأمسية مثلما يحضرون هؤلاء الغوغائيين الذين سكونا التركتورات هذا في كل بلد لأسف يعني على كل حال شكراً لكم الدكتور سامي مصاروي شكراً لك الدكتور سامي إدريس الكاتب والشعر أهلاً بكم